من ضمن الحياة التعليقات اللي بتتكلم على رواتب العلاج الطبيعي في الخليج كنت عاوز اقول لكم وده وجهة نظره واعراضها كما هي محترامي لصاحب القناة بس الرواتب حلال التعاقد مع دكتور علاج الطبيعي من مصر بيكون من تلات تلاف ونص الى اربع تلاف ونص ريال في بعض الاماكن الساكن عليك كمان لو انت اول مرة تسافر للخليج وعندك سنتين خبرة بس من غير ماستر او من غير ماجستير يعني ولكن لو انت مسلا سافرت سنتين الرياض ونزلت مصر وهتسافر دبي مسلا المرتب هيبدأ من ستة الى تمانية ده برضو من غير ماستر يعني لو انت عندك خبرة شغلة في الخليج ذات نفسه غير خبرة للشغلة في مصر اللي بتفرق جدا في الراتب ولو معاك ماستر او ماجستير من مصر بقى وخبرة سنتين مرتب بيبدأ من ستة الى تمانية برضو كاول مرتب ليك في الخليج حلو بعد سنتين او تلاتة من الماستر والشغلة سواء في مصر او برة يعني سنك يكون تلاتين اتنين وتلاتين مرتبك في الخليج بيوصل من خمستاشر لتل منتاشر الف تقريبا وده سقف الرواتب الموصوق منه نظرا لان حياتي كلها كانت في السعودية وشكرا يعني شكرا على مشاركتك المعلومات للقراء والناس اللي حابة انها تسمع الرواتب هذا هي والتعليق اكتبونا في التعليقات لو كنتم مريته او تعرفوا حد اشتغل عليك طبيعي في الخليج ياريت اكتبونا اشتغل في مش عاوز اسمي وعاوز مكان عاوز بس يشتغل في بلد ايه وكان المرتب تحديدا كام وهل فرق الماجستير لو كان في الخليج او لا وبتوفيه بازن الله